لكل مخاوفه من حجم التواجد العسكري بين الحدود الروسية الأوكرانية ولكل طرف نظرته لكسر التصعيد وتخفيف التوتر موسكو والغرب أزمة ثقة عنوانها أوكرانيا فلا تصريحات المسؤولين ولا المؤشرات على الأرض توحي بانفراج قريب للأزمة المتصاعدة الأنظار متجهة إلى اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن لنزعفة للأزمة لكن دون تحديد موعد لذلك نحن على دراية بتصرفات روسيا منذ مدة طويلة وسنجري نقاشا مطولا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية إنهاء الأزمة والتوصل لحل ينهي التصعيد بات صعبا وفق مراقبين فصحيفة واشنطن بوست قالت إن جهاز الاستخبارات الأمريكية كشف عن مخطط لموسكو في تفاصيله هجوم واسع من جبهات عدى ضد أوكرانيا مطلع الفين واثنين وعشرين وهذا بناء على صور أقمار اصطناعية تظهر حجدا روسيا في أربعة مواقع قد يصل إلى مئة وخمسة وسبعين ألف جندي روسي لكن موسكو تقول إن حشودها هي رد على استفزازات الحلف الأطلسي الأهم هو أمننا وفي حال وصل النيتو تجاهل الأمر والأفكار التي طرحها الرئيس بوتين بالطبع سنتخذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تجعل أمننا وسيادتنا ووحدة أراضينا غير مرهونة بأي أحد تشبث كل طرف بموقفه مستع من اللغة التهديد الحذر تارة والتهديد والوعيد تارة أخرى خلق أجواء حرب بين موسكو والغرب فروسيا ترفض أن يتوسع لدول النيتو صوب الشرق باتجاه أراضيها فيما يحاول الغرب مواجهة الانتشار العسكري الروسي على حدود أوكرانيا